استقبل الفريق ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية معالي السيد بيرفكتو ريباس ياساي وزير الخارجية بجمهورية الفلبين ومعالي سيد أمابيل أجيلوس مبعوث رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ولذين يقومان حاليا بزيارة إلى مملكة البحرين بحضور سعادة نائب وزير الداخلية ومعالي وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة وسعادة رئيس الأمن العام ومعالي وكيل وزارة الداخلية وسعادة السفير الفلبيني لدى مملكة البحرين وفي مستهل اللقاء رحب معالي الوزير بزيارة معالي وزير الخارجية ومعالي مبعوث الرئيس الفلبيني والتي تأتي في إطار التواصل وأتبادل وجهة النظر بما من شأنه تعزيز التعاون والتنسيق مشيدا بعمق ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية الفلبين وأهمية مثل هذه اللقاءات في تنمية العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون كما أكد معالي الوزير على جهود وزارة الداخلية لحفظ الأمن والنظام وتأمين السلامة العامة لجميع المواطنين والمقيمين منوها إلى أن خطط التطوير والتحديث في كافة القطاعات الأمنية تأتي انطلاقا من مبادئ المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدة وأشاد معالي الوزير بالحرص المشترك على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات الأمنية وقد تم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون والتنسيق بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك